يا أهلا بكم ومرحبا بكم في ساقية عبد المنع المصاوي هذه المنارة التي تهد الضياء وكل امرئ يولي الجميلة محبب وكل مكان ينبت العزة طيبه ومرحبا بكم في سلسلة فرعونيات التي يعيد بها أحمد صديق قراءة التاريخ بعيون مصرية وهل أعني بالعيون المصرية عيون الحاضر؟ كلا بل عيون الماضي التي رسمت ما رصدت وعنت ما قصدت فجنت ما حصدت ولم توصد أمامها الأبواب وحديثنا اليوم عن الهرم الأول أول هرم في الدنيا يا نفس خوضي بحار العلم أو غوصي فالناس ما بين معموم ومخصوصي لا شيء في هذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوصي غص أبحر العلم واستخرج لآلئها ولا يصدنك عنها هول لجتها قالت النفس قد علمت كثيرا قلت هذا الكثير نزر يسير تملأ الكوز غرفة من محيط فيحسب أنه البحر المحيط إيه حكاية الهرم الأول؟ ويعني إيه هرم؟ هأخذكم في رحلة عبر الزمن ونسأل يعني إيه هرم؟ الناس كثير يفكرون أن الهرم زي الهرم إيه هرم وهرم وهرم؟ هل هو هرم أم هرم؟ إيه الفرق بينهم؟ قلت شيخ دون الكهل وفوق الهرم لا شيخ دون الهرم وفوق الهرم أنهي الأصغر في الكهل صح؟ وبعد كده فيه شيخ وأني ممكن كن الهرم دون عليه شيخ لهو أكبر شوية إذن هو هرم ولكن هتوصف بالمصدر إيه الكلام التقيل ده في الأول؟ الوصف بالمصدر أقوى وأصدق وأثبت يعني إيه؟ لو قلت إن فلان أو فلانة جميلة ربما هذا الوصف يعني مش ثابت ومش باقي لكن إذا وصفت بالمصدر والمصدر يعني اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن المصدر ما دل على معنى غير مقترن بزمان لهو ماضي ولا دلوقتي ولا مستقبل معنى كده إنه ثابت عشان كده لازم فإذا قلت فلان أو هي الجمال بعيني أو هو العدل بدأ أقوى من إن تقول هو عادل فالهرم وصف بالمصدر وصف مجرد عن الزمان فهو الهرم هو تجسيد لهذا القدم فالعرب سموا الهرم عندما شفوه قال إنه هو ده إيه؟ هو ده الحرم كلمة هرم عندنا طبعا إذا كنت هتعدي الشيخ يعني حد كبير قوي ولذلك هيبقى فيه تقوض وفيه تهدم وما لا يصانع فيه أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسامي فيه البيت اللي هو فيه التهدم والتقوض المهم ما تلاقي الأهرمات فيه قطع أحجار بتقع مش كده؟ إذن هي ده فكرة إنه هرم إنه طال عليه العمر شاوي قال أبا الهول طال عليك العصر وبلغت في الأرض أقصى العمر فإيه عمره طويل إذن اشتقاق الهرم كلمة الهرم دي من طول العمر ومن ما يعترن إنسان من الضعف زي في الآية بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا وهنا العظم كل هذا التهدم والبلا مع الزمان والأنتروبي هو ده الهرم ويقول عليها بالإنجليزي أنتروبي أنتروبي لا النسبة للهرم هو فحدد هرم كده هو يعني الهرم فيه محكع شوية طيب دي كلمة الهرم ولكن بما إن إحنا أطلقنا الهرم على هذا الشكل الهندسي فأصبح لكلمة هرم اللي هي في العمر وفي الأعمار وفي تقدم العمر لها معنى جديد ولو هو المعنى الهندسي المعنى الهندسي تعالوا إلى عالم الهندسة إلى ونحسب حساب الهرم هل سنحسب حجم الهرم؟ ممكن ميش الحلقة دي ولكن هي دي الفكرة يبقى خرجنا من معنى من معنى ملموس ومن عمر الإنسان إلى معنى هندسي إلى تجريد جردنا الأمور فبمجرد إن إحنا شفنا الهرم خرجنا معنى جديد وهو ده اللي حصل مع أهلنا اليونان أهلنا؟ لا محنو كلنا أهلي أجدادنا اليونان أيام زمان كانوا بيقولوا على الهرم لما شافوا في مصر قالوا بيراميزا أو بيراميزا ده معناها معناها إيه؟ إيه الشكل ده؟ معناها إيه؟ طول ما أنا بعمل كده يبقى أنا في محاضرة الهرم كبير كده معناها الكيكا كتورتا الله إيه يا جماعة يونان أنتم تحبوا الأكل كتير فاكرين كل حاجة يشوفوها في مصر يروح بصص على المثلة أوبلسك أوبلسك ما معنى الأوبلسك؟ المثلة العرب سموها مثلة من الإبرة الضخمة مش كده؟ المثلة هي الإبرة الضخمة قال أحمد شوقي تجد الذين بنى المثلة تجدهم لا يحسنون لإبرة تشكيلة يعني الناس اللي بنوا الإبرة الضخمة مش قادرين يعملوا إبرة صيني مثلا أو إبرة خياطة فالإبرة لما تكون كبيرة هي المثلة المثلة هي الإبرة الضخمة لكن اليونان لما شافوا المسل عندنا هذا الشيء الجميل المستدق ولعل المسلات التي استدعى بناؤها فائقة دقة لم تكن سوى أهرام مستدقة وبذلك يكون الهرم رمزا مستوعبا بحضوره حضارة مصر في كل عصر المسلات أعمدة ممدودة في السماء نقلت أحجارها على صفحات الماء وكان لها إيماء إذ نصبت زوجين عندما داخل المعابد تلفت العابدة إلى بدء الخلق هذه المسلة عاملة مثل الهرم لكن مختلفة قليلا ومستدقة سلندر رفنعة رفاياعة مع أنها في المصر الفرعوني تخن تخن أيضا تخن فيها أيضا تخينها أنك تعملها التخين هو لا يمكن أن تعملها ولذلك حد شابسوت كانت فخورة جدا بصنع ونحت المسلة من الجرانيت الأصواني الجميل أصوان كأنه صوان لا هذا أصواني حجر جرانيتي إجنيس ناري لكن اليونان قالوا عليه أبلسك ومعنى الأبلسك هو السيخ تخيلوا واحد في تركيا وبيطلب أكل فهيطلب شيش الشيش هو الأبلسك الشيش هو السيخ شيش طاوك شيش كباب شيش يعني أبلسك شيش يعني سيخ شيش سيخ أبلسك فبالنسبة لليونان ده سيخ كبير فشوف إزاي الأسماء نرجع للهرم بقى والتسمية على أسماء الطعام لأن طبعا اليونان كانوا يحبون الجاسترونومي وجاسترو صح؟ ساعة البطون تضيع العقول وتتيه في أفكار جميلة وتسميات ومسميات فجاسترونومي أسترونومي إيكانومي كل ده يتحكم تافونومي بعد شوية مقابر فقالوا على المسلح أبلسك وقالوا على الهرم تيراميسا ده اللي هو التورتة أو الكيكا تخيلوا شافوا الهرم طلع لنا تورتة وده هنشوفوا بعد شوية في قصة الهرم الأول ولكن تذكروا جيدا بفي نقطة حلوة في الموضوع إن ممكن الملك هذا سويت توث فعشان كده كان بيطلب تورتة باختراعي نرجع إلى الهرم الأول حكاية الهرم الأول وإذا رجعنا الورى القهقرة في الزمان الغابر حيث ملوك مصر وفي أسرات لازم تكون عندك عاصمة لازم تكون عندك مملكة إذا كنت تبني لازم كفاية كلمة لازم يا أحمد لابد وحتما من البناء ومن الاستقرار وستابلتي عندك القطرين عندك مصر العليا والدنيا قالتوا يبعثوا ويجيتوا كل ده اتحد وتبدأ تظهر عاصمة أو عاصمة لا عاصمة واحدة اللي قالوا عنها مدينة من يقول من من فيها يقول لنا هي منف من فيها منف ومن فيها وفيها ما فيها منف ومن أين جاءت منف التي سماها اليونان منف لكن منف منف هي منف 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 من المصرية القديمة أي من الفرعونية أي من الهيروغليفية أي من الكلمات التي أطلقها المصري القديم كان بيقول ويؤلف حروفا تأليفة فصارت هيروغليفة فقالوا قالوا إيه قالوا من نفر وما معنى من نفر كلنا عارفين نفر وعارفين نفر تيتي ونفر تيري ونفر نفر ومن ثاني كتار ده مهم إن هيجي بعد الهرم الأول ده بعدين إنما نفر الجميل ألقت إلى الليل جيدا نافرا حتى في العربي في معنى جمال نفر إنما نفر يعني جميل وكانت بتتكتب مما إن ما فيش باور بوينت وإمباور ماي بوينت فممكن بطريقة تانية مش هنحكي عن إيه فكرة الباور بوينت هنحكي عن نفر حد يعرف إزاي كنا نكتب كلمة نفر ما معنى جميل أو يجمل لأن نفر هتدي جميل ويجمل ويطيب نفر بتترسم شوفي الكتابة بتترسم حاجة جميلة والرسام والخطاط بالقلب و مرتبط بوينت بايب برونكس القصبة الهوائية إذن يعني كأن الجمال يتنفس شوفي حتى في رسمة الهيروغليفي في جمال لا تؤديه الصور ولا تؤديه الكلمات لا يؤديه البيان ولا الجنان ولا اللسان هذه كلمة نفر بمعنى جميل في المصرية القديمة هي قلب متصل بالقصبة قلب متصل بالقصبة وأنا عندي وعندي ولا أخشى أن يقال أو لك عند عندي أن هذا أصله إن الجمال بينبع من القلب ثم يتضح ويظهر ويبين إنسان يتنفس هذا الجمال هذه المعانية الجميلة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا هذه كلمة نفر ومنها كنا بنحكي عن إيه نفر 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 فنفر الجميل ومن نفر من القوي دي من في الإنجليزي هل جاءت منها ما يعرفش بس من قوة قوي راسخ ثابت من في كلمة سمنت هل هي من مصر القديمة أم صدفة لأن في السين في مصر القديمة تديك كوزتف يعني يعني يجعل فالسمنت يعني يقوي طب السمنت بيعمل بيقوي صح؟ سمنت يقوي ده فعل على فكرة ناس فكرة أنا بأسرح كده لا ده على الواقع إذا فتحت عند الأستاذ مريم وابستر أو أوكسفورد هتجد كلمة سمنت اللي هو اسمه فعل زي الأسمنت اللي عندنا آه سمنت يعني يقوي زي تاخذ من الأسمنت يقوي يعني ده لها شوية أسمنت بس ده بقى معنى ده فعل فهل دي من المصر القديمة من بعدين سمن يبقى ايه؟ في حاجات تانية طبعا مرتبطة المهم من من يعنينا المعنى الراسخ عندنا وهو من يعني القوي فمن نفر يعني القوي الجميل يعني المدينة القوية الجميلة إذن منف هذه المدينة المصرية العظيمة العبقرية كانت من نفر أي جميلة وقوية قوية وجميلة مدينة مش بس يتعاش فيها وإنما تحب إنك تعيش فيها تلكم هي العاصمة الأولى وظلت منف على مدى التاريخ عاصمة لمصر حتى إلى الآن تقدر تقول كده إزاي؟ هو اللي بيجي من مصر وجاي يشوف مثلا حتى عندنا دلوقتي لا بيجي شوف الأهرام وبيجي شوف صقارة اللي هنحكي عنها وهي دي جزء من منف لأن جبانت جبانت أي مدينة لو سمحت التليفون لم يكن مستخدما في مصر القديمة فاجعله سايلانتون شفت سايلانتون دي ده إعراب الإنجليزي ولو أنهم أعربوا لكان الكلام بينا عندهم فهؤ بصرا فكلمة منف المدينة الجميلة دي من نفر ظلت فإلى الآن أي مدينة بيقى فيها جبانات بيقى فيها خرافة بيقى فيها نيكروبوليس والنيكروبوليس هذه جزء من المتروبوليس وقولنا سابقا يمكن richtige مدينة الأم والمدينة الأم دي للأم وبنرجع لأمنا الأرض تاني فإذا سئلت عن منف في هذا العصر فلا تقل إنها منف اللي بيسوقها للسياح دي حتى السغنانة اللي فيها تمثال رمسيس وكم لا مش دي منف منف دي عظيمة جدا لكن أشر إليها بما بقي منها إن اللبيبة من الإشارة يفهمه فبص على مين؟ بص على النكروبوليس على مدينة الموت بسميها دي السقارة ومواقع الأهرام دي طبعا جزء عظيم من مدينة مصر منف يعني هل تتخيل إن مصر القديمة وإنت عايش فيها وفيها القصور اللي هي متطوب اللبنة بس كانت وقتها جميلة إنت لو جبت دلوقتي حاجة فرانجايل وحاجة هشة بس جبت فاكها دلوقتي صح؟ جميلة جبت رمان وبطيخ وحاجات جميلة جئت وحطتها هتبقى فرش وممتعة جدا صح؟ بس بكرة هتتتبل وبعده خلاص هتنتهي وبعد كده هتتلاشى وكأن لا شيء لم يكن أثرا بعد عين كذلك المباني المصرية القديمة كانت ساطعة ولامعة ومضيئة ومنيرة وكوراسكيتنج سنتليتنج شيمرين جليمرين تينكلين تونكلين حاجة جميلة ثم اندثرت لكن هل تتصور رغم كل هذه القصور الهرم ما كانش ليه معنى في المدينة؟ بل هو ده The Definitive Monument إذن بقيت منف وهي منف الآن هي ما تجدونه في سقارة وفي الجيزة طيب هنقول مواقع الأهرام دي من الشمال للجنوب كده تلاقي أبو رواش وبعد كده في الجيزة كده في أبو صير بعد كده في سقارة بعد كده في ضهشور أقصى الجنوب دي من ناحية الحتة بتاعتنا اللي اعتبرها قاهرة لسه ونحن على وشك أن ندخل نستأذن على مدينة منف وعلى أبواب منف تعالى ونفتش في كتاب الزمن وفي أبواب العلم عن علم الأبواب في زمن سيطرت عليه سطور سطرتها أقلام تأقلمت على العلم وما من كاتب إلا سيبلأ ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكثك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه خصوصا إذا كنت داخل على أبواب الأبدية نحن الآن على أبواب الأبدية واستأذنت عند باب سقارة وظهر لي هذا الهرم بس كيف يظهر وهو ما تبناش احنا لسه هنشوف إزاي هيتبني الهرم قلنا إن إحنا في من؟ إذن في عاصمة إذن في استقرار إذن في كل شيء في موارد هائلة جبارة وفي ملك معه يسموهم أنتراج حاشية بطانة قوة وصفوة يقول لهم هما ينفزوا أو ربما حتى يؤمن إليهم أو هما بمجلسهم هما معاه في المجلس يعرفوا أفكاره فبيقدروا يقروا أفكاره وينفزوا حاجات أو يقترحوا بما يسره وهنا هنشوف بعد شوية لقاء أنا حضرته مع الملك زوسر ووزيره إمحتب ده هنشوفه وطيم الدكتورة دينا هتؤلم فهنشوف هذا اللقاء ولكني ما زلت عند مبتدأ القول وبتبدأ مصر تؤسسها إذا كنت أنت ملك وحولك رجال أقوياء اللي هما هيبنوا لك مظاهر في هذه الحياة وما بعدها المصري كان يقول كلمة 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 بالمصري كده زي الطائر الجميل المعروف ده اسمه وير ويرو وير ويرو وير ويرو عظيم العظماء شوفت دي وير ويرو عظيم العظماء يا أعظم العظماء شوفتوها في الفيلم عشاري عبد السلام المصري كان يقول عظيم هو العظيم الذي عظماؤه عظماء وده هنشوفه لما كان الملك يجلس كان ليه عظماء من دول اللي هما هتجدوهم في الجبانة لو رحتوا سقارة جبانة يعني المقابر المقابر اللي في الواقع كانت مينة أحياء برتون دائما فيها ناس وكل الاحتفالات الدينية كل ده عشان كده الملك جمع هذه الحاشية العظيمة من خيرة القوم لازم يتخذ بطانة رائعة جميلة تزيد في الزكاء وفي الفكر ولذلك بصحبتك الكرامة تعد منهم فلا تريان لغيرهم ألوفا وقل لي من قرينك أقل لك من أنت and the man is known by the company he keeps واختر صديقك رفيقك واستفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب والرفيق قبل الطريق خصوصا إذا كنت هتبني هرم إذن نحن على وشك أن ندخل عند صقارة ونحن الآن فيما قبل التاريخ لا خلاص سبنا ما قبل التاريخ prehistory وتأسسة مصر لنقول إننا خمس تلاف سنة من دلوقتي خمس تلاف سنة لا نتقدم كمان وتمر السنون والقرون وعندنا الأسرات دي اللي هي أسرة أولى والتانية والتالتة يعني عائلات تحكم ونحن في مصر بنقول بنقول إيه بالإنجليز بنقولي إحنا third time is a charm فين a charm شارم يعني حاجة كده تبهرك تفتنك حاجة جميلة حاجة لذيذة the third time المرة التالتة التالتة تبتع وهذا مثل يعني جار في لغات الدنيا إحنا بنقوله التالتة تبتع والعوده أحمد فإحنا في الأسرة التالتة دي يعني تالت أسرة أحكم ولما بنقول أسرة الكلام ده ما خمنهوش إحنا ولا دخلة لعلماء الأسر اللي هم اللي مين دول اللي اخترعوه بل يرجع الفضل فيه إلى عالم مصريات أيوة أستاذ مانيتون مانيثو مانيثو كان بيكلمني عن المضاء ده هذا الرجل هو من كبار الكهنة وكان عالم في مصر القديمة وهو ده اللي أخدنا عنه وأخد عنه هيرودوت وغيره إذن المصري هو أول من وضع التاريخ و عرفنا عن طريق طبعا مش هو أول واحد ده فيه كمان تاني بس ده بقي لنا على الأقل بقي لنا منه كثيرا من خلال اسمها إيه سنيبيتس القصصات كل واحد كان بيكتبس منه أحيانا بيكون فيه علم مشهور أوي أو فيلسوف ممكن أكتر الشغل بتاعه ضاع ولكن بقيت حاجة هي إيه الناس اللي كانت بتقتبس منه فما نيثوا فإحنا دلوقتي في الأسرة الثالثة دي ويه المصري كان عنده حاجة اسمها كينجليست هي دي اللي خدنا منها التسلسل الملكي طبعا الكينجليست الكينجليست يعني هي كينجليست list of kings قائمة الملوك قائمة الملوك مش الصعالي كالسعلوك لا قائمة الملوك قائمة 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 بالملوك شفت قائمة وقائمة إنها قائمة بالملوك هذه الكنجليست هذه الكنجليست أيوة الكنجليست مؤنس ولا مذكر لا list هي اللي مؤنسة هذه الكنجليست اخترعها المصري دي عبارة عن chronicle يعني تقويم كده سمعها إيه sparkling chronicle ولو رحت إنت أبيدوس رحت أبيدوس 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 إذا ذهبت إلى أبيدوس بالقرب من الأقصر إذا بلغت أبيدوس أو أبجو أبيدوس هتلاقي قائمة جميلة منحوطة نحتها الملك سيتي الأول مش سيتي ممكن سيتي بردو صحيح بس ما هو كان مدينة هو كان مدينة من المعارف الرجل ده الملك سيتي الأول وهنشوف فيها إزاي ابن رع مسيس بياخد درس في التاريخ وأمامه قائمة من الملوك بتبتدئ من عصر من بداية من مينة وتخش بعد كده هتجد فيه في الأسرة الثالثة رجل هو مش أول ملوك الأسرة الثالثة ولكنه بما إنه هو الميزان هو أعظمهم فدايما بنبدأ به هو الملك جوسر جوسر وإن يكن هذا الاسم لم يظهر لنا إلا إلا بعدين يعني تلاقيه هناك في القائمة دي إنما في عصر جوسر ما كنناس نسمع الاسم ده قوي بنسمع حاجة شبهه ومعنى جوسر إن حد مقدس كده حد موقر جسر وفيه جسر جسره قدس الأقداس إنما الاسم اللي موجود لهذا الملك اللي هنحكي عنه اللي بفضله هيبقى عندنا هرم الهرم الأول بس حكاية الهرم الأول دي ممكن تبقى كدبة شوية هو الهرم الأول الذي بين أيدينا بعظمته وكماله وجماله والحاجات دي ولكن هل هي الموضوع زي مع أينشتاين سوفت أينشتاين فجأة دخل هنا إزاي أناكرونيزم عارفون الأناكرونيزم زي أنتقول 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 أن نابوليون يتفرج على التلفزيون ويشوف نفسه يحب يتفرج على نفسه في التلفزيون مش كده أكيد كان يحب فدي اسمه أناكرونيزم فهل مثلما أينشتاين بيقول أنه العبقرية جزء منها أنك تخب المصادر بتاعتك يعني الموضوع كان سهل عليك وكان فيه مصادر وكان فيه مساعدات فكان فيه مساعدات إليك إنما فده ممكن بل أكيد كان فيه تجاريب تجاريب ومحاريب قبل تجاريب ومحاريب نحبوا إلى التاريخ في محرابة المهم أكيد كانوا يتجربوا كثير تجربة المحاولة والخطأ تبني هرم وبعدين يقع تبني هرم تبني أنفقة تكسر تبني هرم تتخيلوا بقى كل ما يحصل تبني هرم وخلص وكل جميل تجد تحط الكيسة جيدة الكيسة وكما يكون الكمبيوتر البروسيسور علق فكل ما تبني وتجربوا تجربوا أكيد تجربوا تجربوا ربما كانوا نصحين أولا كانوا نصحين كانوا نصحين كانوا نصحين وبعد ما رسخت عندهم المعرفة وقدروا كل التجارب وعملوا اسمها دو ديليجنز فيني دو ديليجنز عملت كل اللي عليك فبدأ وعي ابنه الهرم فدي دي مرضو حاجة لازم keep it in mind فكرة الهرم يعني ايه هرم احنا قلنا المعنى اللغوي انما ليه المصري بيبني هرم للأبدية ومش عارفة في حد كان يسألني أكيد البناء العجيب ده مش كله عشان مقبرة والإجابة طبعا أكيد مش بس عشان مقبرة ولا مالا صار الوقت صديق بيخرف وخلاص عمل للحاجات الاليونز لا مش كده إنما لا يمكن طبعا تبني بناء عظيم زي ده ويكون ليه هدف واحد وهذا إلى الآن طبعا لو واحد يفهم كويس وعنده من المقدرة مثل ملك مصر أو أي ملك في الدنيا أكيد أنت تريد أن تقترن ذكراك بأحلى حاجة وصلة إليها من العلم والمعرفة والآداب والأفكار فالهرم ده أبارة عن سمميشن حد هنا ماستماتيشن أو you like ماستماتيكس أيوة السيجما فالهرم ده إذا السمميشن للمعارف فيه فيه أفكار الرقي فيه إزاي الهيراركي فين كلمة الهيراركي التسلسل ده هوت فيه إزاي في حد في قمة الهرم بيترقى بعد كل المبهود والتعب ده هوت فيه جزء فيه جزء واخذ من الطبيعة نحن عارفين كان يحب أن يأخذ من الطبيعة وإن كلمة نحن نعمل كده صح؟ نحن نأخذ من الطبيعة فيه بيوميميكري محاكاة الطبيعة كل ده ونحن نشوفه ونوصف هذا البناء العجيب اللي هو أول هرم بقي لنا فنحن في سقارة وأمامنا The Genesis التكوين البداية البدء المبتدأ وأنا أيتيتكم بالخبر خبر مبتدأ الأهرام وحين يكون الكلام عن الأهرام أريد أن يكون فيه تلقاء فيه تلقاء فيه تلقاء طيب إحنا عند سقارة وعلى وشك أنبن يا هرمان قلت قلت لإم حتب هل تأذن لي أننا نروح لبلاط الملك زوسر لعلي أطلع على الأفكار اللي هي هتخليك تبني هرم وقال لي كمان حاجة جميلة قال لي يا أحمد إم حتب كان بيكلمني أيوة إم حتب ومعنى إم حتب هل دريتم ما معنى تعرف يعني إم حتب تعرف يعني إم حتب إم حتب هذا المهندس العبقري العجيب كلمة إم حتب هي نفسها فيها جمال ومن جمال الكلمات المصرية أن كل كلمة لها معنى والمعنى ده معروف بعد خمس تلاف سنة سرعة هنقدر نفك وتخيل إيه العجب ده إنت ممكن تسأل حد إنجليزي أو بريطاني هو إنجليز إيه إيه الكلام ده ممكن تسأل حد في هذا العصر من اللغات الحية لذينج لانجوجز ولا يعرفوا معنا اسمي ده كتير صح؟ بالعربي ممكن بس رب الحمد لله ممكن تتوقع عليه إنما تخيل خمس تلاف سنة وتقدر تعرف يعني إيه اسمك معي إحنا نعرف يعني إيه نفرتيتي مش كده إيه جميلة الجميلات وفي نفرتاري نفرتاري جميلة الجميلات وفي نفرتيتي الجميلة جاءت أم بئت أن الجمال جاء نفرتيتي يقول أنت فاتنة ما حيتي وبقيت القصيدة بقى في المحاضرة اللي فاتت إنما إحنا نقدر نعرف فما معنى أمحتب؟ تفكروا فيها معنى أمحتب ثم يعني إيه تكون مهندس أو باش مهندس بقى إنها مهندس رئيس وليس هو تحت إيده مهندسين فكرين العظماء والحاشية دي الأنتراج the retinue the suite كلمة مهندس اللي باليوناني architect طبعا هتلاقوها ببقية اللغات بقى في هذه الشلة اللغوية حلوة الشلة اللغوية دي العائلة العائلة اللغة ستجدوا في اللاتينية والاسبانية ستجدوا architecto architecto فإيها الarchi وإيها تكت ما هو الarchi وما هو تكت archi يعني chief archi يعني الرئيس فكريم نسينا كنقول عليه الشيخ الرئيس باش يعني زي الرئيس باش مهندس فarchi يعني chief في archangel archdevil archbishop archive الله ودي عايزينها النهارة archive ما هو الarchive؟ هو الarchive الarchive اللطيف الظريف هذا الarchive ليه سمي بarchi اللي هو معناها chief الرئيس الرئيس عندها الarchive اللي في كل المعلومات وفيه المعرفش إيه ومخبرات طيب احسب الحتة دي آها لا خلوها يحبوها عندي طيب المهم ده كلام مهم إذن archive وإذا كنت فيك حاجة اسمها archetype اللي هو الهرم اللي هيظهر لنا بعد شوية أول هرم ده هيبقى archetype يعني archetype يعني النوع الرئيس برضو اللي هو هيتخذ عنده فإذا كنت أنت architect عظيم architect هيبقى عندك archive of the archetypes تقدر بقى تعمل حاجات حلوة archetype هو تشيف وتيكت يعني البنة تيكت يعني البنة البناء بناء يبني فهو بناء تيكت ومنها جاءت التيكتونيك فكرين التيكتونيك التيكتونيك والأرض تبني ونحن نبني نتعلم منها فنقول لا الأرض تبني الأرض تبني جديدة الوهم أننا عند المهندس نحن عند المهندس أمحطب 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 ومعنى أمحطب أمحطب أيوة أمحطب معنى إيه اسمك يعني تعرف اسمك طبعا يا أحمد عارف ويقول بكلمه اسمي معنى الذي يأتي في سلام الذي يأتي في سلام أنا أقفز بالتاريخ شوية أمحطب لأن أمحطب كان عبقري لابد أنه اندفن عند الملك اللي اختاره هذا أقول لكم أن أمحطب من عبقريته وحبه للمعرفة والاستطلاع قدر أن هو يرتقي به الحال from rags to riches ومن حال بسيطة إلى حال إلى أعظم حال لدرجة أننا وجدنا قاعدة تمثال عليها اسم الملك وعليها اسم أمحطب فتخيلوا هذا الرجل البسيط من البسطاء of humble roots ولكنه اتكتب اسمه إلى جانب الملك ذلكم هو العبقري أمحطب أمحطب الذي يأتي في سلام كلمة يأتي في سلام دي بهرتني هل معنى يأتي في سلام أن هذا الرجل سيقضي حياته حتى يعني بعد بعد هذه الحياة الفانية أنه لسه في سلام هل مقبرته ما زالت ترقد في سلام لدي أعية علماء الأسر إلى الآن بيدوروا أني ممكن صديقي العلمة الدكتور صبري تلاقيه دلوقتي بيدور على على مقبرة أو مكتبة أيها قلت مكتبة إن هذا العالم لا يدفن إلا ومعه مكتبته وده يبقى كشف عظيم هتجد كتب في الطب والهندسة والفلك الزراعة، النباتات، الفصول، التقويم، الزمان، الفلسفة كل ده عند إمحتب وكان ذلك وكان ذلك وكان ذلك وكان ذلك وكان ذلك وكان ذلك في سلام ممكن نكتب الكلمة دي ممكن نكتب اسم أمحطب لأن أنا شايفه دلوقتي على قاعدة تمثال الملك جوسر فإذاي نقرأ الكلمة دي؟ في عند المصر كده نبتة شائعة دي بتدينا حرف اليه وبعدين لو رسمتي بومة هتبقى ميم وهتلاحظ إن في وش البومة حرف الام دايماً والمصر كان حاطت ده ربما حرف الام مشتق منها مش موضوعنا نعرض فدي ام ومعناها في بس ده دي جزء يعني منها فطبعاً إيه اللي يأتي وفيه حتب حتب دي بتكتب ببرا عن مائدة قرابين قربان 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 من قربة قربة قربان لو حل ما أقدم قربان فدي بيه القرب صح لك ساكريفايس يوميك ساكريفايس فبتديكي قرب كل ده من الجميل إنه هذه الكلمة اللي هنكتبها بالهيروليفة إيه؟ مبارة عن مائدة وفقيها رغيف عيش هي دي حتب بتقرالنا حتب وحتب معناها القربان ومعناها السلام لإنك طبعاً إذا قربت قرباناً أو قديتي هدية فأنت تسعين إلى السلام مش حرب صح؟ أنا جاي أديك هدية يا عم في إيه؟ تحاربني ليه؟ أنا بيعطيك هدية أنا أقوم بإطلاق أكون جيداً أعرف ما أفعله فإيه محطب الذي يأتي في سلام؟ ويبدو إن فعلاً مقبرته لسه في سلام ممحطب طب يا سيد أنت في مقبرتك؟ ولذلك في حكايات كثيرة عن محاولة الكشفة عن ممحطب The quest to discover the tomb of Imhotep and the legacy of Imhotep طبعاً أعظم ما بقي لنا من Imhotep المعمار اللي هنحكي عليه لكن ربما المكتبة والمقبرة دي لسه موجودة جاء عالم بريطاني اسمه Walter B. Emery هذا الولتر Walter B. Emery قاعد يفحر كتير وأضع وفي الواقع كل ما كان يعملوك فعلاً كان يدور على ولا حاجات كتير بس كان يدور على مقبرة Imhotep لكي نعلم أن صيت Imhotep قطار في عنان السماء وطبقت شهرته الآفاق والناس بتسعالوا وشوفوا من آخر الدنيا جايين يدوروه الرجل ده قضى خمسين سنة من عمره بيدور على قبر Imhotep ومات وهو بيدور عليه مات وهو بيبحث عن قبر Imhotep لكم لقطة من حياة Walter B. Emery هذا الاثري الإنكليزي وكان بيكلم إنجليزي أكيد ولذلك هو آي في بعض كلمات وكان بيشرح أهمية المقبرة إنه بيقول لو إحنا لقينا المقبرة دي هنلاقي زي ما قلت كتب في هذا وكتب فيه هنلاقي عجائب هنكتشف هنعرف إزاي الرجل ده كان بيفكر وما أجمل إن إحنا نبحر في عقل المفكرين طال كتاباً زان قارئه بالعلم والفضل والأخلاق والأدب يدعونه بحر آداب وقد صدقوا في البحر در كما في النطق والكتب در الكلام عقود عز مطلبها أغلى من الخضل في سلك من هزهبي فولتر بي أمري المهم إنه هو في يوم الأيام اكتشف هذه الجالريز بسموها إيه والأنفاق اللي لقى فيها آلاف من الآيبس عارفين الآيبس؟ الآيبس الآيبس طائر الآيبس أبو منجل والجمع ما هو جمع أبو منجل؟ ما جمع أبو منجل؟ أباء مناجل ولا إيه؟ أبو مناجل ولا أباء منجل ولا أباء مناجل؟ شفت اللغة فيها حاجات طريفة أباء منجل أباء منجل أباء منجل إذا كنت أغرق لا يمكنك أن تغرق هذا المهم أن آيبس هي كلمة مصرية قديمة على فكرة لا يمكنني أن أقول الآيبسات ما هي ملابسات؟ البحث عن الآيبسات شفت كيف؟ الآيبس أغرق واليونان الأغريق أغرقوا الكلمات في العالم بمفرداتهم هم أغرقونا فالآيبس هو هبي هذا مصر القديم هبي فلقى هذه الآيبس لأن هذا الطائر كان يحب أمحطب وكان أمحطب يحبه أمحطب يشكرني يقول لي تتكلم صحيح أن أمحطب كان يحب الآيبس لأن الآيبس أو أبو مينجل شف المينجل المينجل ده شكل من قبل هو طائر الحكمة هو يرمز إلى الحكمة والمعرفة الحكمة والمعرفة والتاريخ والطب والباوربوينت والباوربوينت لأن لأن أمحطب قال لي أن تستخدم الأفكار بتاعة الآيبس وانت بالوقت المتخيلين أن فيه آيبس أن فيه أبو مينجل بيطيره محلق وممكن ينزل على الأرض ممكن يساعدنا في قتل البل هارسيا تخيلوا عرفنا أن هذا الطائر الجميل المفيد النافع كان يقتل البل هارسيا فيجعل لنا المية صالحة للسباحة ويشوف إزاي ما يحتاجيش بقى والأسف طبعا انقرض من عندنا من الجزء بتاعنا هو طائر الثريسكيوبيوس إيه؟ أورني أورنيسابتا إيه؟ إثيابيكوس ثريسكيورنيس إثيابيكوس طائر طائر إثيوبيا المقدس هو لسه موجود فوق مش نتكلم عن الفوق إنما هذا هو طائر الحكمة والمعرفة للآيبس يلاحظ أنك لو جيتي على إيد على المنقار هو يقدر يدور على حاجات مش بس كده لو هو بيبحث بيتحرك كده زي الألم وهو معقوف معقوف فيرمز إلى رمز القلم فصار يعني عميد الأدباء وعميد الكتاب ذلكم هو الأيبس الذي أحبه أم حتب فأنا استأذنت من أم حتب وهو استأذن لي الملك جوسر وحضرت لقاء في بلاط الملك جوسر أنا الآن في بلاط الملك جوسر وفي بلاط الملك كرسيان في الجلال والأبهاتسيان على أحدهما يجلس جوسر لا يتفاخر وقد أجلس وزيره على الآخر ودلوقتي إلى الحوار الذي دار بين الملك جوسر ووزير أم حتب هذا الملك جوسر بين الملك جوسر وملك جوسر وملك جوسر يا وزيري يا عزيزي أم حتب بك الأمن والسلام في البلاد مستتب الأمن والسلام آية من الآية والفضل لك فيه يا مولاي ما أروع منطقك يا من في سلام تأتي وحق من أجر الأنهار من تحتي لتكونن في الخالدين ولتذكرن إلى يوم الدين بخير دعوت لي ولخير دعوتني يا مولاي نعم، بيت أفكر البارحة فيما كنت شارحة كيف شغل أجدادنا الخلود وتمنوه لكل مولود ورأيت أن أجسادنا تقبر بالطوب اللبن؟ نعم، تكلم كيف عرفت أفصح أبن؟ إن هو إلا الوحي والإلهام يعمل في الفكر كالسهام يصيب ولا يخطي يسرع ولا يبطي ألهمني إياه سريان هذه المياه في ذلك النهر كأنها الدهر ثم ماذا؟ رأيت أن الإنسان يفنى وأن قبره أقرب وأدنى فلو تبنى هذا المعنى لغلد هذا المبنى هم؟ أوضح من طل من الطلاصم يا أمحتب امحوها يا أمحتب مولاي لو بنينا بيوتنا من الحجارة لكانت لنا بها إجارة وخير أمان من عاديات الزمان اقرأ علي كل ما كتب وابدأ من الغد في البناء يا أمحتب مولاي هذا اللحظ محتاج إلى مهد فونديشن هذا اللحظ محتاج إلى مهد تريد عمالاً ومالاً وفيراً ألاست لي وزيراً؟ وأمرك في الشمال وفي الجنوب في النائبات تنوب عني وعنك أنوب؟ مولاي لا طاقة لنا بتحرير الحجارة من محاجرها ليالأرض يا وزيري لا لمستاجرها فإذا هدأ الفيضان وأجدبت الأرضان أطعمنا وكسونا الأبناء ليشيدوا هذا البناء نعم الرأي ولكن على أي مثال يسير المهندس ويقيس المثال فأجعل من عمارتك ظلاً يلمح الأصل فالأصل لديه القول الفصل غير أن ما بالطوب يطيب ساعة وما بالصخر صامد إلى قيام الساعة وبذلك يكون الإمحتب قد أودع بالمعمار فصلاً من التاريخ في مكتبة الأبد فاختاره الملك جوسر يبني له بيتاً في الأبدية يجمع روحاً ومادية يبني له هرماً مدرجاً به الخلود ويرتجاً نحن عند العبقري إمحتب ولكن ما هي فكرة الهرم؟ وإمحتب قال لي كمان أنه لو سرت وخدت كده ممكن حمار كان شائع عندهم أو عند عصر في عصر يمحتب وتركب في السحراء هتجد أهرام في الطبيعة يعني تكوينات صخرية وركام وتراب وهي أشبه بالأهرام فلعل هذا هو ما أوحى للمصري بفكرة الهرم وحكمة الصحراء الحكمة البالغة القادمة من الصحراء التي بلغتنا من الصحراء كمان الهرم ده زي السلم صح؟ جعل لي صرحاً تابله The essential ascension machine It's gigantic stairway to heaven دي برضو أفكار هرمية أو لعله ببساطة فين المهندسين؟ أيوة يا مهندس بس الهرم هو أحسن شكل أحسن شكل هو شكله جميل لا يعني هو الشكل الذي يستوعب أو يقدر يقف وصاد هجمات وهبات الطبيعة من كل هذه القوة نخلص فهو بناء صامد شامخ وصامد يقدر يصمد لأنه طبعاً مع الرياح وكلها ففيه أفكار كتيرة اجتمعت ولكن حين سألت أم حتب الفيلسوف هو مهندس معماري وهو فيلسوف وهو وهو وقال لي أم حتب كذلك أن المصر القديم كانت عنده فكرة بدء الخلق إنه في الزمن القديم في الأزل كان فيه ما كان أشبه بالمحيط الأكيان الأقيانوس the ocean and then you let a notion of devotion sit in motion and ocean of emotion like a potion إيه ده؟ ما فهمتش ديها إم حتب إم حتب بيقول إنه في الزمن القديم in antiquity كان فيه الأكياندة الأقيانوس وثم ظهرت منه اليابسة وقلت لي أم حتب مش ده عمل زي البراكين قال لي فعلاً طيب إمام أم حتب بيقول إنه ثم انبثقت اليابسة من هذا المحيط وعليها حتى طائر أشبه بالفينكس وهذا الطائر كانت له صيحة وهذه الصيحة هي التي عرفنا منها what to be and what not to be before Shakespeare المهم؟ إنه هذه اليابتة المنبثقة كالبركان والبركان بيقول أيها الإنسان أعرف المكان والزمان طيب لما انبثق هذا اليابس من الأكيان لما انبثق هذا اليابس من الأكيان على شكل بركان عرفنا المكان والزمان ده كان أشبه بالهرم فدي برضو إذن الهرم يرمز إلى هذا التل الأزلي من زمان the prime evil عارفين prime evil كلمة لذيذة كلمة prime evil مش prime ولا evil مش evil لا كلمة جميلة evil ديت يعني العصر ولذلك حد يعرف العصور الوسطى medieval فmedal هي الوسط medieval متعلق بالعصور الوسطى وفي co evil معاصر co دلواتي وفي prime evil زمان بقى شفت دي بفي prime evil إذن المصري هيخدنا من prime evil through the medieval to a time that's co evil دلواتي كمان بس not the evil ممكن بورج evil كده بس ده ايفول إذن نحن عند أم حتب وأم حتب بدأ في البناء على أنه كان يعلم كيف تبني وكيف تدفن المصري زي أي إنسان وإحنا عارفين قصة سيدنا يادم عليه السلام وإزاي لما كان في قتيل إزاي اندفن صح؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فالدفن قديم جدا فالمصري برضو عارف إنه إذا دفن هيحفظ الجسد أكتر ومن حسن الحظ أن عندنا في مصر الجفاف الشديد the sheer aridity the sun blasted desolate desert like a burning fiery furnace ذي الفورن دي فكانت تكون أول ممية كده بالطبيعة سبحان الله ودي كانت بداية الدفن وبعدين كانوا بيحطوا عليها ما يشبه البنش المصطبع المصطبع ولعل هذه الكلمة اشتقت من صفة صفة ياسوف وصطفة صفة مصطفة مصطبع مثلا المهم إنها معروفة المصطبع يعني اللي هيجي يعمله امحتب إنه هيبهر الملك وها he will integrate حاجات كتير في هذا البناء فهيحط مصطبع on top of a مصطبع ولا ممكن يحط تليفون فوق تليفون بس لازم يكون التليفون أصغر منه مش كده بالله طيب سيضع لنا on this tomb tomb ولقد سمعت أناسا من أمة العرب يقولون tomb وهذا خطأ بين قال سبويه إن البي ساكنة سبويه الإنجليز ما فيه سبويه عربي فيه سبويه إنجليزي هو أصلا ما كان عربي إنما هو كان ضليع في العربي وفي العصر الحديث سبويه بقى ضليع في لغات تانية بقى polyglot بقى عنده لغات كتير الله من يضحك الله طيب إذن سبويه الحديث بيقول إن التوم البي فيها سايلنت قلت يا سبويه ولماذا البي سايلنت؟ قال لأنها اندفنت في التوم صح؟ توم بوالبي مدفونة في التوم التوم اللي هي المقبرة توم على أنها تظهر في بعض اللغات الأخرى في ناس بينبشوا المقابر من نشدعو بيه توم مقبرة هذه المقبرة أنا هسكت لحد ما يبقى في سايلنت صمت المقابر هنا قبر وهناك قبر وهناك القبر أيضا يا أهل لذة لا تدوم لهم إن المناية تبيد اللهوة واللعبة نرجع لإمحتب الأستاذ إمحتب على وشك أن يبني هرما وهيبهر جوسر والملك جوسر طبعا مشغول في حاجات مهمة ثانية غير هذا لما هو هيضع مصطبع فوق مصطبع فوق مصطبع إذا أنت عاوز تضع هذه الأحمال الشديدة هل لدينا مهندس مدني يحكي لنا إيه الموضوع؟ لأ قبل هذا هل لدينا مهندس مدني؟ أن التربة ممكن تغوص لأن المصريين عندهم خبراء في علم التربة فاختاروا هذا هذا المكان هذه البقعة اللي فيها أرض صلبة مش صلبة هذا اللي هو الصلب تشد أطراف الجسم والتعليم إنما اختاروا هذه البقعة الصلبة فاتركه صلبة الصلبة صلبة 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 كدام وَبَنَيْنَا فَلَمْ خِلْ لِبَانٍ وَعَلَوْنَا فَلَمْ يَجُزْنَ عَلَاءُ قُلْ لِبَانٍ بَنَى فَشَادَ فَغَالَ لَمْ يَجُزْ مِصْرَ فِي الزَّمَانِ بِنَاءُ فإذَ الأهرام وهذه العمائر والعمارة كالحياة والخراب كالموت وبناء كل ملك على قدرهم ما دي لا تبنى في أرض مثلاً رملية أو كثبان هتغوص منك مش تقدر أصل تحط حاجة هتحط حاجة أنت نفسك هتغيب إذن لازم يكون جود صوليد بيدروك أدي حاجة الحاجة الثانية إنها الأرض طبعاً بطبيعتها مكون جود صوليد بيدروك محدش هيقدر يسويها أوي فهي بتبقى مرتفعة بطبيعتها إذن يكون لديك قمة قمة كده ترتفع فإذن أنت عندك هرم من البداية إذن نظرت إلى مواقع الأهرام لو وجدتها هي أصلاً أهرام بذاتها بارتفاعها وعلى كده فيه ديكريبيتتوت اللي هو الهرم الهرم هو ديكريبيتوت بس يجب أن تتحط حاجة هذه الكثرة الكاثرة ونرجع تاني للمانيجمنت والمانيجمنت الإدارة العبقرية على فكرة كلمة المانيجمنت ما تزال محتفظة بإجمالها من ساعة مخترعة منذ زمان هذه نقف عند كلمات كتير الكلمات بتحكي أفكار وبتحكي إلنا أساليب وستراتيجيز and the way of doing things كلمة مانيجمنت يمكننا تكلم زمان يمكننا تكلمنا على مبي دابل يو اي اللي هي مانيجمنت باي ووكين اروند إنما كلمة مانيج دي حد فكرة فيها هي متركبة مش كلمة واحدة هي سيارة قوي بلذيذة فمعها حلو صح؟ ممكن بتقدم لوحدها ممكن بيضاف عليها إضافات أحياناً بتبقى سبيسي أحياناً بتكون دمها تقيل وفيه مانيجر بايخ وعايز تخلص منه ومنشوفهش تاني وفيه مانيجر دم وخفيف إذن ا premier فيكو noche مانيجمنت لديك مانيجمنت df فيه مانيجمنت لكن تعالوا نشوف المانيجمنت الخام المانيجمنت essaff sleep management هل كان المانيجمنت الخام دعوا نشوفه المانيجمنت الخام جاية من كلمة manus باللاتيني manus اللي هيстра sancti رأ Ian إذا المانيجمنت اللي علي پس فيها إيد حتي وإن كنت مش هتعمل حاجة بإيدك ولكن لابد تكون إيدك قريبة من الاشاجات التي أنت بتشرف عليها ولا إلا، شوف بقى شوف اللي هيحصل لو أنت غايب فعلى الأقل حتى لو غبت لازم تكون الحاجات بشرتها قبل كده فعند الخبرة يتبقى إزاي؟ شفت بشرة هذه فمانوس اللي هي الإيد وأعجي دي زي نافيجيت الجزء الثاني معناها تدريف لذلك إذا كانت تدريف بشركاتك ولذلك لو كانت حاجة وقفت قصادك حتى الفريق مش قادر يدير أنت ممكن تيجي وبإيدك كنت تعمل الحاجة أو تشجع أو تشتش تشتشش تعمل t... ممكن تشغيل센ة تأمل على رديهم تتأكد هذا هو الوضيج كيف دخلنا في الوضيج؟ إنه جزء الثهر هو مستحيل إنه مِنجيري vì او بد так إنه مربوط على درجة الإدارة إنه صديق 획⟦ وبدأ يبني. الله قدر يلاقي هذه التربة. تربة؟ هي اسمها تربة بردو؟ مهم أن هي هذه الصلبة التي ستستحمل هذه الأطنان من الأحجار. الله، الأحجار، أنا ممكن أن يكون تربة الصلبة، وإنما هناك مشكلة كبيرة. جاي بقى أنت تبني بشيء، هتقع. هتبني اللي بالطوب اللبن مثلا. مد، ما هذه القاسعة؟ أمد، احد truths يقول معي مد، شكرك؟ لكن أنا أريد أن أشعر في الأسawsze على Ellenくらい، أحلاً ... 部 body، لنيمكن إستخدامها لازم إستدعيها. treаша ارجوك أنص Acemoud، هت Palestine مت we stop ربate هذه المشكلة أن الحرج ما كنت أقضى بأطباء مد إن فو كنت أبحث عن مدati等 هل تقول بيها باد موضل، ولا مضي، هيبقى مضي، وهيقلب طين، وفعلاً، رأينا بعد الأهرامات الحجرية، الأهرام الحجرية، لقنا أهرامات مضي، ووقع كده، وطين، خلاص، كانوا بس بيعملوها كرواتة كده، وسلاب داش، ثم كانت بولدر داش، ثم كانت بولدر داش، ثم كانت تهدمت أول ما شلت الكسوة التي كانت مغطيها، كانت فعلاً مضي، فما ينفعش تبني بالطريقة دي، هتبقى على طول بسرعة، لا تصمد للزمن، من ذلك العرب كان يقوله، العرب كان يقوله الإنجليز، الإنسان يخاف من الزمان، والزمان يخاف من الأهرام، عشان يخاف من الأهرام لازم تجيب له حجارة، أم وجدنا، وطلبت من الليثولوجست، اللي هم بتخصصين في الأحجار، شفت تذكرين من زمان دي، طلبت من الليثولوجست يقوله، الإحجارة بتيجي منين؟ قالوا لي أنه في الهضبة عندهم حجارة كتير، قالوا لي أن مصر كلها مليانة حجارة، قالوا لي أن فيه مونتنز لامستون، لا تصمد لي، أخبرني الحقيقة، أن تقول لي أن هذا الحجر الخيارة، هو حجر القيري angular 33 ، أرجح و listener حجر القيري الفقر بالنسبة. هجر القيارة.. هجر القيارة ما، هو حجر القيارة حجر القيارة، هجر القيارة ما، التبت في shome الجير، إذا كنت بصيت على الحجر الجيري وعلى ما ترسب منه ما هو مترسب ما هو الارسابات ده هي هي فيها تاريخ فحتى قبل أن يكتب المصري بالحجر الجيري أو على الحجر الجيري تاريخ ويبني تاريخ هو كان فيه تاريخ تشفت حتى تعلمنا من طبيعية حتى فيه تاريخ وتلاقي فيه الأحافير الحفورات الحفريات دي جوه الحجر الجيري إذا سأرغيري بطبعه غير مثلاً الناري ده هو يجنيس بأه وبتعلق ده ده إرسابات Layers upon layers upon layers وشكده اقترحت حاجة قلت ايه؟ ما هي Layers ديه بالانجليزي اللي هي طبقات ومننا اللي بيدرس الطبقولوجي شفتوا الطبقولوجي ده؟ علم الطبقات يعني المهم هذا الطبقولوجي بلاش طبقية باع خلينا نركز في الطبقة واحد طبقة 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 هنقدر نجمع حاجات كتير لقد اخترعت منها حاجة قلت ايه؟ الاسلوب الجميل في ازاحة لير عن لير ازاحة طبقة عن طبقة بيخليك تفهم الاشياء لما تلاقي حاجة متكومة كده شيل لير عن لير علماء الاثار يا استاذ اهدأ ايه ده يا حبيب انت بتقدم بحث علمي طيب ايوه علمي لو سمحت اهدأ layer upon layer بتشيل اللير فلا انت بتشيل اللير بتشيل الطبقات طبقات ده القمامة عارفين في محضرة زمان عملتها من اكتر من عقد من الزمان كاملي فقالها 15 سنة اسمها الفستات بعين الخطاط وعملنا فيها حبة يعني ايه علم الزبال علم القمامة بجد ده علم وقمامة الماضي اضاءت لنا ظلمات التاريخ ولقد سألت المدائن ثقاتها عن اقواتها في اوقاتها فاهدتني القمامة باقاتها واخبرتني من طبقاتها عن طاقاتها فرجعنا للهار فانا قلت لو شلنا layer عن layer طبقة عن طبقة ممكن تعمل توضيح and you can show things clearly اللي احنا بقولها بالانجليزي demonstrate يعني يوضح طبعا انا اختراعت الربطة بينهم لان demonstrate جاي من حاجة تانية ولكن اللي هي ايه اقول بقى يا احمد اللي هي لا صديق لازم تقول صديق لان بعد كده تبص على الحاجات دي هتلاقيها في الصديقبيديا اذا فاتكم شيء من هذه المعلومات العجيبة ستجدونها على صديقبيديا وصديقبيديا مالهاش حالة طبعا مش محتاجين نقول عنها خلينا نتكلم على اليوتيوب لا مش اليوتيوب هي على اليوتيوب بس هي احسن من اليوتيوب لا هي صديقبيديا نرجع الى layer upon layer شيء layer عن layer فهتعمل demonstrate you can through the straighta you can demonstrate نبص through the straighta you can demonstrate توضحها ايه ده هلوى ربطت اللي straighta اللي هي الطبقات ب demonstrate demonstrate through the straighta وبدأ امحوت بيبني وجاب لنا الحجر الجيري the limestone اللي هو هذه الاحجار الرسوبية هو صحيح حجر قوي بس مش قوي قوي يعني نقدر نتصرف فيه شوية نقدر عندنا حرية حرية في النحت حرية في التشكيله لدرجة ان في ناس كان عندهم من الجرأة يقولك ان المصريين ما كانوش بيبنوا بالحجر ده كان بيبنوا بالطوب بعدين بيحرقوه يا سلام تبروحوا شوفوا كده احجار الهارم بص عليها تبروحوا ويعملوا عليها اي حاجات من الarcheometry اللي هي العلوم الحديثة المطبقة when western science encounters eastern splendor وهتشوفوا طبعا هي احجار قديمة وهتلوها كمان مش uniform ولكن تخلي كلامك uniform واضح كده نلبس بقى اليونيفورم زي امحوتب كده لا مش يحتاج انت نلبس اليونيفورم ده دراج العبقاري يلبس ما هو عاوز انما يمحوتب رايح يبني وبنى مصطبة يبدو ان ما ابهرتش لم تبهر جوسر فاضاف اليها واضاف اليها واضاف اليها بنت على مراحل الى ان بلغ ستة شفت ستة ده برته عدد عجيب ستة مصاطب المصطبة مصطبة 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 فوق مصطبة مصاطب بعضها فوق بعض مصاطب بعض هذه ده المحاضرة أصلا الهرم الأول مصاطب وعدها فوق بعض سلام عليكم احنا بقى نقول الحلويات التحبيش هذه الحجار اللى بين الحجر يوجد هناك من الناس بده تُقرأ بين السطور أنا أقرأ من الحجارة. رأيت كيف؟ حب الجيولوجي. حب الجيولوجي لو سمحت. أطلب لي واحد جيولوجي. عندك واحد أرض و واحد لوجوس يبقى جيولوجي لوجوس بتاع الأرض. نرجع إلى إمحطب. إمحطب كل يوم جاي في سلام يبقى بيبني. بعدما أنت جاي في سلام ما فيش حرب بقى في استقرار يبقى فيه بناء. فإمحطب أعمال يبني. وعمل لنا ست مصاطب بيكونهم بيكونهم بيكونهم. بيكونهم بيكونوا بيكون. الترطة بتاعة الزفاف تسموها ترطة الزفاف بس بالعربي ترطة الزفاف الجميلة دي هو دا الهرم فكأنه بيحتفل بزفافه مع الأبدية ذلكم هو البناء العجيب إنما قبل أن تبني فوق الأرض الأرض لازم تحت الأرض اللي هي تحفر يجب أن تكون أحفر الذي يمكن أن تحفر ويجب أن تحفر الأحرام مثل الأوتاد فعلا الجبال اللي لها أوتاد فهتجد إن فيه سبستركتشور فيه إنفراريد لازم يشوفوا العين الحمرة إنفرستركتشور الإنفرستركتشور دي البنية التحتية بقى كل المرافق اللي يحتاجوها كده لازم بيقواصل المالك كان واصل بقى فقبل ما يبني فوق على فكرة أنا إحنا بنقى كده بالعكس هو لازم يبني أو ينحط يحفر تحت من العجيب قبل ما ننسى إنه رغم كل هذه الأحافير وهذه الأنفاق التي أشبه بالأنفاق الحربية أو الأنفاق العجيب أخر صيحة ومع ذلك الهرم وهذه الأطنام ما نهرتش وإن كنت مع ديسكافري من كم أسبوع ودخلنا بقى الهرم الأول ده أول هرم في الدنيا تخيلوا بتبني مرم لأول مرة وعمل أنفاق كتيرة وما وقعش تخيلوا تنزل تحت تحل عجب تنزل كذا دور كذا دور تحت الأرض يعني بني أدوار وعمل أنفاق تصل لحوالي 6 كيلو متر طبعا ما نتقلش ده عمره يتفتح للسياح يعني كاملا لأنه تخيل بقى فيه سائح عند الكيلو واحد ونص ها يبعتوله روبوت تجيبه ماذا ما أقول صح فتخيل 6 كيلو متر تدخل تنزل مش بس هو نحة الأنفاق دي وكمان رسم فيها نحة الصخر ثم نحة في الصخر هو رسم رسوم وتجد الملك بيجري في واحدة من الغرف دي تحت الأرض بيجري الحاجة اسمها أعمل زيه بقى كده الجارية دي اسمها الحب سد بيحب في السد حب سد السد يعني الديل حب يعني العيد حب سد عيد زيلي ايه عيد الزيلي ده هو لازم يتزيّ ويتزيّل كل لا يبدو إن في المجتمعات القديمة لما كان الملك أو الحاكم لما كان بيضعف كان بيتشال كان بيمشي كان بيتقتل بيحصل له حاجات وحشة إنما المصري زكي قال لك أنا ممكن أبقى حلو طول الوقت فكان كل 30 سنة 30 سنة احفظوا معايا الرقب 30 سنة يروح جاري جارية ويعمل احتفالية ويلبس حلو وأكيد طبعا يستحم حلو حاجات كتيرة بقى أنجوينس ومراهم حاجات الكسير ده الكسير الحياة لأنه يعني من غير ما أحضر الاحتفالية محطب هيرتب لحضور برده بس من غير ما أحضر لازم نعرف أن المصري كان يحب الاستحمام جدا المصري القديم المصري القديم في فرق من المصري القديم المصري الحديث الحديث هو مش حديث أصلا المهم المصري القديم كان يحب الاستحمام جدا كذا مرة في اليوم وده اللي قال عنها ابن سينة من أراد الشباب يعني عليه بالاستحمام والعسل أمان عسل النحل فحاجة من داخلية وحاجة خارجية الكهنة طبعا اللي هم كانوا علماء الفلك زي ام حتب ام حتب ده كان عالم فلك. انا تخيل ان هو بيصحم النوم يستحم. بعدين بعد شوية تانية قبل الملك يستحم. خرج من عند الملك يستحم. داخل على المكتبة يستحم. فتلاقي كده ايه؟ مشرق. مضيء. مظيف. ده ام حتب. اما ده المصر الحديث. بس المصر القديم حاجة تانية. المصر القديم بيخترع و بيرصد الفلك. و يبني اهرام. ده فيه فرق كام. فطبعا زي ما قلت انت صدقتني. ان هو المصر القديم. ده عبقرية. وهذا العبقرية جزء منها ان هو بيعتني بنفسه. لان العلم اذا ما ينفعش صاحبه مالوش قيمة. ويهتف العلم بالعمل. فإن اجابه وإلا ارتحل. اذا ده ام حتب. احنا بقى حكينا عنه. ان هو كان بيروح السق بيبوي. السق بيبوي. ده بلايس ات ميكسيو كول على طول. اللي هو. ده الهمة. الهمة. ايه احنا وصلنا فين كده. عشان انقطع حبل الافكار. او كاد ان ينقطع. ام حتب بيبني. بيبني بيتا في الابدية. زي ما قولنا. قبل ما تبني فوق لازم. يجب ان تبني. ايه شكرا. وتحت بقى لقينا هذه الصورة كل تلاتين سنة. طبعا. مش بالضروري الحاكم الفرعون يضعف تلاتين سنة. ممكن اقل من كده. ممكن اول ما يقعد. ممكن هو ضعيف من اب بدايته. تفاكرين توت عن خامه؟ ده الولد كان تسع سنين. يا انت تسع سنين ده انت محتاج لك حبس من الاول. محتاج لك يسموه عيدة. محتاج لك. امة الانكليز اطلقوا عليه. رجوفي نيشن. رجوفي نيشن. رجوفي نيشن. رجوفي نيشن. رجوفي نيشن. مش بس هو. لو الملك قوي. لو الحاكم قوي. كل الناس. يعني اذا سلمت فكل الناس قد سلم. وهي الودي. اذا سلمت فكل الناس قد سلم. واذا قويت كل ده. هو بين عكس. مياكس وبعض. حتى فالله. فكل تلاتين سنة. لكن واحد ذاك تتعان خامون. اما يجي يعد. انت اصلا. انت من حقك تعد اصلا. يا ولا. فيعملوله بقى رجوفي نيشن مثلا. ويتخيل انه هو. حكم تلاتين سنة. فحتى. لما كان. امحطب. ينحت هذه الصورة. رجوفي نيشنية. هاذي. اي رجوفي نيشن بالعربي. حد يعرف. جو. في جوفا. جوفا ديت. باللاتيني دي. اللي هو الشباب. الشباب. ومنها جاءت كلمة جوفي نيشن. مثلا حاجة سبيانية كده. وفي ري جوفي نيشن. اللي هي الاعادة. مش كده. ري نيو. ري بيت. مش عارف ايه. ري جوفي نيشن يعني اعادة الشباب. حتيت كده ري جوفي نيشن. عودة الشيخ الى ايه. ايه. صغر. صغر. تاني. نعم. بلاش دي. انت بقى بلها دي. المهم اه. عودة الشيخ الى الحكم. هههه. دائم. فنحنا وصلنا عند الحبس الده. فالحبس الده. يما دي تبص على الاوصافه فيه حاجات كتير. اكيد طبعا كان ياخد احسن. The best diet. تخيل انت بقى حاجة جرمية. عنده احسن شيف. إذا كان هو الشيف، لازم يجيب الشيف، ما هو الشيف برضو هو أركي، فهيجيب أحسن الشيف، أحلى أكل، أحلى فواكه، عن مصرين كانوا يعرفوا كمان the best meat cuts، أحسن قطع لحمة التاكل فين، فإنه يقوي؟ فكل ده فعلاً، إن لم تجعله يرجع شاب تاني على أقل، بتجعله استرداد للعافية، فدي الـ كل 30 سنة أو كما تضع على المدينة، كل ما يضعف سلطانك، كل ما يضعف سلطانك، ولذلك، الكلام ده طبعاً موجود في العالم كله، طول فترة، في أي مجال، ليس فقط في الحكم، بتحاول أنت تريئاً تتكلمك، وإلا الناس ما عندهاش ثقة فيك، فإنت، طبوا إيه الفارد، طبوا أنا ما، أنا حاكم، ليس هيمنى، ليس هقول الشتيمة، ليس عاوسكم تثقة فيه، يعمل بيكو إيه؟ لا، أنا لو ما متثقوش فيها، هقول كلام مش هتعملوه، بقى مفيش إنجازات، فلازم الثقة دي تستعاد، فالعالم كله بيعمل حاجات دي، في الملتاري باريدز، لكن المصري بدعها، فده ذكاء، إنك أنت بتقيم هذه الصلة، فتقدر تنجز، فإذا أنا هو بقول لكم يا مصريين، أنا حاكم قوي، وهقول لكم أفكار، وهتعملوها، وأنت هتبقى قوية زيه، فده إم حتب وجوسر، فريق عمل رائع جدا، سمحت، إم حتب بيتكلم، محدش يتكلم، وإم حتب بيتكلم، لأن كده، مفيش سلام، مفيش سلام، إم حتب هيضطر يستأذن، ويمشيه، لأن دقات قلب المرء، قائلة له إن الحياة أهرام، وأوشكنا على الانتهاء من بناء الهرم، إحنا قلنا إن كان فيه الحبسيد، فالحبسيد هو كان بيجري، حاجة دي الماراسون، نعلم إنه ما جادناش سجيل بيقول لنا إن فيه حد ما عرفش يجري، نتركوا كويسشن مارك كده، هل ده حصل، ولا ما حصلش، حول الهرم، فيه بنايات تانية، إحنا إذن فيه أنفاق، سيرز أوف جالوريز تحت الأرض، وأدوار، والملك بيجري، ملك مصر العليا والدنيا، كلا ما عارفينه، وفيه كمان، مجموعة كبيرة تانية، فيها معبد، فيها، أقدم بهو معمد في التاريخ، أنا هقفل بالبهو المعمد ده، لأن فيه أفكار حلوة، أنا قاعد كده أخرج بقى بالعكس كده، ولا فكرة تلاقو، في معابد في الدنيا كلها تلاقو، أنك تدخل من الشرق، متجه غربا، يعني الشمس وراك جميلة جدا، شوف الجمال، لأنه لو أنت داخل من الشرق، رايح غرب، يعني الشمس وراك، يعني الشمس مش ضربة في وشك، وأنت داخل كده، وكل حاجة بتضاء إليك، مستنيرة، فالملك، أو داخل، بس أنا بقى أدخل بالعكس، والشمس يتشوفني، فقدر أشوف حاجة، فعشان كده أخلص النهاردة، الهايبوستايل هول ده هو، اللي هو حوالين الهرم المدرج، تمام؟ كتفعة حوالي 62 متر، مش عالي قوي، لسه مدخلناش على خوف، وبعدين ده بقى، نحن الوقت مع جوسر، عد بسيط كده، وفي البهو المعمد ده، والأعمدة، هذه الأعمدة بتثبت مهارة وعبقرية إمحتب، وإزاي إن هو، هو عنده ملاحظة دقيقة، وحب للطبيعة وعشق، فهو كان ياخد منها، فهذه الأعمدة، طبعاً، المصر كان يعملها زمان، قبل الحجارة، كان يعملها مثلاً، من باندلز بيبيروس، فين باندلز بيبيروس؟ طبعي دي بالعربي دي، مثلاً، حزم من البردي، حزم من البردي، لكن هو عملهن حجارة، يعني عمل لها، بتريفكيشن، تحجير، حجرها، تتحجرش رأسك يا محتب، لا أنا بحجر الحجار، هو بيرسم في الحجر، تحجير، تحجير، تحجير جميع الأمر، تحجير كل شيء إلى عربي، عبقرية إمحتب لها جوانب، وهناك مثل الماس، وترى أنه يسجل الأفكار في الحجر، عشان كده وحاجت مع دكتور زويل الله يرحمه حضرة زمان عملتها اللي هي إيقاف الزمن إيقاف الزمن فريزنغ تايم فروم إمحطب تو أحمد زويل إنه إمحطب هو أول من أوقف الزمن تمو أنت تقدر توقف الزمن هي وقدر أوقف الزمن الزمن هو فرع الحدث فإذا أوقفت الأحداث أوقفت الزمن يعني الزمن ابن الحدث فإذا أوقفت الأب هيوقف الأب صح؟ وقف مكانك فالزمن فرع الحدث يبقى الأصل هو الحدث في أحداث في زمان ولذلك إحنا لما بننام تبارك من توفاكم بليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ونصحى لو ما فيش حلم يعني ما فيش أحداث صح؟ الحلم ما فيه أحداث فإيه؟ عدت مرت إيه؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم لكن لو فيه أحداث ممكن تفكر إنها يوقف حاجة طويلة مش كده؟ مع إنها كلها دي ممكن تحصل مش عارف جزء مستاني أو حاجة للناس اللي تبص في الحاجات دي إذن لو أنت قدرت توقف الأحداث هتوقف الزمن طيب هل تقدر توقف الأحداث؟ لا، هتقدر توقفها في مخيلتك بس مخيلتك لا توقف يعني المخيلة تعدك هتتلاشى أو هتنتهي فهذا ذن تسجلها في حاجة باقية وده اللي عمله أم حتب أم حتب جاب الحتب؟ لا جاب الحجر المفروض بأن أسموه أم حجر أم حجر أم حتب نحت هذه الأحداث الزمنية في الحجر ومن أهم هذه الأحداث كيف كان المصر يعيش؟ كيف كان يبني؟ كيف كان يشيد قصراً؟ فجعل كل ده بالحجر طيب القصر كان شكله إيه؟ بص على السقف كده، شايف على السقف هتلاقي لوند لا، مكان شيء بص على السقف هتلاقي جذوع النخل، أم هو عمل سقف من جذوع النخل؟ لا، عمل سقف حجري على هيئة جذوع النخل turning the columns into stone و لو رحنا إلى الغرب كده الصور الغربي هنجد أن في حاجة جميلة اسمها venetian blind أو rolled up mat زي الحد شاف اللي هي الستارة اللي بتسحب دي كده عارفينها؟ هو عملها دي برضو، بس إيه؟ بعد ما كانت مثلاً حاجة خشبية أو أو عملها بالحجارة وشوفنا الباردي الأعمدة دي bundles of papyrus تحولت إلى أحجار فهو سجل لنا فصل من العمارة في مكتبة الأبد اللي هي بالحجر ابو بعدين وبعدين يا إمحتب فين مقبرتك؟ وفين مكتبة؟ والخط يبقى وإنت عقبة السنون وكاتب الخط تحت الأرض مدفون وإلى حلقة قادمة بإذن الله شكراً